غادر حضرته صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدة بحفظ الله ورعايته جمهورية كزخ السان الصديقة هذا اليوم مختتما زيارة الدولة الرسمية تلبية لدعوة تلقاها من فخامة الرئيس نور سلطان نازر باييفا رئيس جمهورية كزخ السان جلالته أجرى خلال زيارة مباحثات مع فخامته ومعالي سيد كريم سيموف رئيس الوزراء تنولت سبل دعم وتعزيز العلاقات الثنائية وفتح أفاق جديدة من التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إضافة إلى بحث المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية وكان في مقدمة مودعي جلالة الملك المفدة لدى مغادرته سعادة السيد أست سيكشوف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة والتقنية الحديثة رئيس بعثة الشرف وسعادة السيد باختيار تاسيموف سارداربيك سفير كزا خستان المعين لدى مملكة البحرين وأدى صفاني من حرس الشرف التحية لجلالة الملك المفدة رافقت جلالة الملك المفدة السلامة في الحل والترحال ترجمة نانسي قنقر